تلينينا ننتقل إلى حكاية أخرى حضراتكو من أسبوعين كنت اشتغلت معاكو الموضوع بتاع شباب الإخوان حقاكو عارفين اللي حصل ولما اتكلمنا وقالوا لأ ما فيه الشباب عملوا كده وبعدين طلعوا الشباب هم بعتين رسائل من السجون بيقولوا للقادة بتاعتهم احنا عاملين مبادرة الخمس تلاف دولار ندفع على التحية مصر وعلى كل واحد يطلع من السجن ونعمل مصالحة وحياكت وحضراتكو عارفين انه بعد كده أثبت ان الكلام ده كان حقيقي وانه القادة بتاعتهم قالولهم محدش ضربكو على ايدكو محدش ضربك على ايدك انك تبقى إخوانجي يا أخي واحنا قلنالكو خشوا السجن انتو اللي قلتوا ان انتو عايزين تبقى إخوانجي محدش ضربوا عليك فعيني الاسبوع ده جم الشباب مرة أخرى في حالة إحباط ويأس وراحهم طلعين بيان آخر بيستنكروا فيه انه ازاي القادة بتاعهم تخلوا عنهم انا بس برضو زي انا بقول لحضراتكو انا بوريك موقف هذه الجماعة العظيمة من الشباب بتاعها وتعرف ازاي باعوا الشباب في اول منحنة تاريخي ووريت حضراتكو يمكن الفيديو من كام يوم بتاع واجد غنيم اما قالوكو هو فيه ايه ايوا باكل شاورما وبركب عربيات ووريت حضراتكو الفيديو اللي قابليه من كام يوم عند القيادات الإخوانية اللي جابت عربيات بي ام دابليو وخادت الفلوس واشترت بيها عمارات في تركيا فالمسلسل شغال بس عشان كل واحد بيتفرج علينا متعاطف مع الإخوان او شايف انه الإخوان دي جماعة محترمة هي جماعة تبيع أمها وتبيع أهلها زي معادكو شايفين فالشباب راحوا مطلعين بيان قالوا طب خلاص احنا ملناش دعوة بالقادة بتوعنا احنا بنستغيص بشيخ لازهر خدوا بالكو الشباب الإخوان دول كان شيخ لازهر بالنسبة لهم أنا آسف في التعبير كانوا يقبلوا أي حاجة وما يقبلوش شيخ لازهر وكانوا يعتبروه من الدولة ومن الظالميء يعني لو تشوفوا ايه اللي كان بيتقال على الشيخ لازهر وازاي وقت الإخوان وبعد الثورة ما كانوا يروح يقفوا على باب شيخ لازهر وكانوا عايزين يضربوه على الباب في جامعة لازهر طبعا حضراتكم بتنسوا الكلام إنما الآن فجأة زي ما حالكوا شايفين رسائل جديدة وأرجو بقى انه محدش يشكك فيها المرة دي عشان لو صدقتني أول مرة يبقى تاني مرة بقى لازم تاخد مني وانت مغمض يعني قالوا لك لو سمحتم احنا عايزين حتى نازل على الجزيرة عادي يعني حتى الجزيرة المرة دي قرروا ما يكذبهوش قالوا له احنا عايزين وساطة شيخ لازهر احنا عايزين شيخ لازهر يبعت لجان تشوف احنا تفكرنا بقى ازاي وان احنا مستعدين نتخلى عن الفكر الإخواني وعن الطريقة الإخوانية وعن 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 كل هذه الأشياء فوصلين لمرحلة من الإحباط غير طبيعية وانا رأيي في هذا الأمر لم يتغير بشكل واضح انه لا لنا دعوة انت اخوانجي ولا شيوعي ولا مش عارف ايه ولا هيراتيق انا ما يمنش تامين انا يمنش تطبيق القانون انت موجود في السجن ليه لو انت من الناس اللي خلفوا القانون مفيش حد يطلعك بقى انت لازم تاخد جزائك اذا كان المعلم بتاعك قالك محدش ضربكو على ايدكو والان قان الاوان ان انا اقولكو الجملة اللي كان بتقال زمان ان القانون لا يحمي المغفلين انتو اضحك عليكو اضحك عليكو بلا شفقة يعني بلا ان مفيش شفقة مني عليك لانه انتو وقت ما كنتو متمكنين والله العظيم لو كنتو خدتوا رقابتنا كنتو هتاخدوها يعني وهو انت بتكلم واحد كان معاكو كان شايف الحكاية العيال دي لو طال سكين رقابتك حيتباحك لو طال شبك لبيتك حيكسره لو طال عيل من عيالك يتباحه دول كانوا كده وما زالت كراهيتهم حتى الان في القلوب وحضراتكم عارفينهم وموجودين حواليكم وموجودين جنبكم هؤلاء يكرهون البشر ويكرهون البلد يكرهون مصر ما عندهمش حاجة اسمها مصر لو تلقى في كل خطاباتهم لا يتحدثون عن مصر يتحدثون عن الشباب وعن الجامعة واللي هو اي طريقة بس انا تعالى اقول لي انت بتكره الاخوان اقولك ايوة خرجني وبعد ما يخرج يبقى زي عاصم عبد الماجد وزي غيره زي ما حصل وقت السادات وزي ما حصل وقت مبارك وقت السادات قتلوه وبعد وفي عصر مبارك عزلوه اللي عزل مبارك الاخوان واللي قتل السادات الاخوان ما لهمش امان اللي انا بقوله ببساطة يا جماعة انه دموع التمسيح لن تنطلع علينا القانون يتم تطبيقه انت عملت حاجة غلط يا ابني تبقى للقانون اللي موجود في البلد دي تتحاسم ما عملتش حاجة غلط تطلع انما طب ما قول حضرتك بقى نجيب اللي في السجن وكلهم ويروحوا الشيخ لازر ويقولوا انا توبت مش حسرق تاني انا توبت مش حقتل تاني طب يا ابني تفضل انت والله اي شكلك او عينيك مدمع اتفضل مع السلام انت شكلك بترتعش وانت بتتكلم اتفضل في حاجة كده يا جماعة في حاجة كده هذا أمر انا بس بقول لحضراتكو اللعبة دي ولما بشم فيها ريحة الجزيرة بتزق وشم فيها الحركات والمؤامرات اللي بتتعمل بتيجي تفهم انه انا بس كل اللي هممني بقى دلوقتي انه الناس اللي بتتفرج اللي كانوا متعطفين مع هذا التنظيم اللي كانوا فاكرينه انه في ناس يعني تدي حياتها ده ده بقالوا سنة واثنين وقالوا لا اخوان ولا نيل حياة مين انا عايز اخرج انا عايز اخرج وهذه المبادرة قد تم عملها في الستينات قبل كده واللي عملوا المبادرة دي في الستينات هم اللي دخلوا البرلمان وهم اللي قاتلوا مبارك هم اللي قاتلوا السادات وهم اللي عزلوا مبارك انا مش بقول لحضراتكم على اشياء يعني خيال علمي بالاسم هقول لكم باللي كانوا في السجن بالاسم خرجوا هنا وعملوا كده وخرجوا هنا وعملوا كده انا بس ايه بقول الكلام ده لانه هتقول لي ايه فيه انتعارفين المصريين زي موضوع التوكتب كده الرحمة الشباب وهم كانوا بيرحمونا احنا كنا بنترحم هم لغاية دلوقتي بيرحموا عيالنا هم لما موتوا الناس قدام معهد الاورام دي كانت رحمة والله لو طر قبتك اتبحت وانتو عارفين وروحوا للناس في اي مصلحة عقومية هنا واسألوهم على الاخوانجاي اللي موجودين لو طالك اتبحت اوعوا بس تنطلع عليكم دموع التمسيح دي ارجوكم الموضوع مكمل والتمثيلية مكملة دي حكاية